الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على البشير النذير والصراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسريما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد الإيماني مع برنامج حق التلاوة لشهر رمضان المبارك وبإذن الله تعالى حلقة اليوم هي في آية الكرسي من سورة البقرة الآية 255 وآية الكرسي هي من أعظم آية في كتاب الله عز وجل كما دل عليه الحديث أبي بن كعب رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدره وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر يعني هنيئا لك هذا العلم المبارك هذا الحديث رواه الإمام مسلم كما جاء أيضا في قصة أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سأل الشيطان الذي كان يسرق من تمره فما الذي يجيرنا منكم قال هذه الآية آية الكرسي ثم غدأ أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث يعني على الشيطان صدق أنه حثه على آية الكرسي هي حرز من الشيطان فلابد أن نقرأها قبل النوم وعند الاستيقاظ ودبر كل صلاة وارض في بعض الأحاديث يعني قرأ سورة آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعهم دخول الجنة إلا أن يموت وهي فضل عظيم هذا الحديث رواه للنسائي في الكبرى وابن حبان وإذا قرأت آية الكرسي قبل النوم فلا يزال على صاحبها من الله يحافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح كما جاء في قصة أبي هريرة المشهورة في الصحيح عندما كان يأتيه الشيطان ويحثي الطعام قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قال أبو هريرة ما هو قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله يحافظ ولا يقرب أنك شيطان حتى تصبح وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب رواه البخاري هذه الآية فيها توحد الله عز وجل وتمجيده وتعظيمه وبيان تفرده بالكمال والجلال ولذلك تحقق لمن قرأها الحفظة والكفاية وفيها من أسماء الله الحسنة خمسة أسماء وفيها من صفات الله ما يزيد عن عشرين صفة هذه بعض فضائل آية الكرسي وإن شاء الله تعالى سنقرأ الآية المباركة برواة حفص عن عاصم ثم نستقبل بعض المشاركات وإن كان الوقت يتسع سنأتي بعض التفسير البسيط الميسر لهذه الآية المباركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع قرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم جل جلاله وتقدست أسمعه هذه الآية المباركة الله لا إله إلا هو الحي القيوم والوقف على الألياء وعلى الميم بالسكون القيوم وهنا تأخذ حكم المد العارض للسكون الله لا إله نبدأ بلفظ الجلالة اللام مغلظة الله لا إله وهذا يسمي العلماء مد التعظيم أيضا حكمه مد جائز منفصل قرأ حفظه بالتوسط وفيق التوسط الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم كلمة تأخذه سنة هذه الآية الضمير توصل بواو لفظية لأنها مضمومة لا تأخذه سنة ولا نوم وهنا إضغام بهن ناقص لوقوع الواو بعد التنوين له ما في السماوات وما في الأرض السماوات والميم دائما مرققة وما في الأرض الوقف على الضاد بالسكون وعدم القلقلة من ذا الذي لابد من إخراج طرف اللسان في الذال والضاء والثاء من ذا الذي يشفع عنده إلا هنا هاء ضمير جاء بعدها همز وهذا صلة كبرى فهي تعامل معاملة المد المنفصل لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الذي يشفع لا يوجد تماثل بين الياءين الياء الأولى تخرج من جو في الحلق فيه أم مدية والياء الثانية تخرج من وسط اللسان فلا تماثل ولا بد من إثبات حرف المد في الياء الأولى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بإذنه وهنا البيان إسكان الذال بعض الناس يقلق للذال وهذا خطأ يقول بإذنه لا الصواب بإذنه لابد من تثبيتي طرف اللسان مع أطراف الثناية هذه السنتين في المشرف الفم عندما يبتسم الإنسان تظهر أيضا من بإذنه هكذا وبيان الهاء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلموا ما بين يعلموا ما هذا ميم بعدها ميم هنا تماثل لكن حكمه الإظهار لأنهم الحرفين متحركين أو حرك الحرفان في كل هذا وذاك فقل كل كبير وافهم منه بالمثل يعلموا ما بين إيديهم وما خلفهم خاء والخاء تفخم من الدرجة الثانية خلفهم يعلموا ما بين إيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء والوقف هنا على الألف المد يجوز أن تقبل أربع حركات أو خمس أو ست اعتدادا بالعارض للسكون يعلموا ما بين إيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا هذا سبقت معنا هذا مد صلاة كبرى أيضا أربع حركات أو خمس عند حفص ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع قرسيه السماوات والأرض وكرر التنبيه على عدم قلقلة الضاد عند الوقف عليها الضاد ليست من حرف القلقلة بل يجري فيها الصوت لأنه من حروف الرخاوة نعم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع قرسيه السماوات والأرض وَلَا يَأُودُهُ حِفْظُهُمَا بعض الناس يقرأ هذه الكلمة يلحن فيها وَلَا يَأُودُهُ حِفْظُهُمَا هكذا يَأُودُهُ حِفْظُهُمَا إلى آخر الآيات طبعاً الآيات واضحة الباقي ما فيه إشكال إن شاء الله تعالى نستقبل المشاركات التي وصلتنا عبر الزوم ومعنا أول مشاركة إلياس خالد من العراق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا إلياس أقول بالله من السيطان الرزيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من دا الذي يسفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون ولا يحيطون بسيء من علمه إلا بما ساء وسيع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أحسنت يا إلياس ما شاء الله عليك بطل معنا أبو الياس من العراق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ومرحبا تفضل أعود بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أحسنت أبو الياس بارك الله فيك ومعنا رحاب الشراط من المغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أحسنت أبو الياس بارك الله فيك ومعنا مشاركة مريم الطويل من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أحسنت يا مريم لكن في بعض الأحكام يعني تجاوزت عنها يعني يبدو أنك لم تدرسي أحكام التلاوة فاعتني بالقرآن بارك الله فيك ومعنا مشاركة رجب أمين من المغرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أوصلها أفضل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا نوم مد طبيعي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما حفظهما لا تقلق للفاء حفظهما ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم انتبه لسكن للفاء حفظهما 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 برك الله فيك بردين إن شاء الله معنا في شركة عبدالله الشيراني من السعودية فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لو انتبهت أثناء القراءة نبهت على الضاد عدم قلقلتها الأرض الضاد فيها استطالة لسا لا فيها قلقلتها ومعنا مشاركة رحيق من الأردن فضل يا رحيق السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يا رحيق لا تقول له 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 ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أحسنتي معنا شذا من الأردن أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بارك الله فيك ومعنا مشاركة يوسف حيدر من العراق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي ضم لها وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم معنا مشاركة حيدر من العراق السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أحسن تبارك الله فيك ومعنا زايد عسيري من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بارك الله فيك ومعنا أبو ماريا من العراق تفضل يا أبو ماريا الشباب طيب معنا إياد من سوريا إياد من سوريا السلام عليكم هذا إياد إيه تفضل يا إياد نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لا إله إلا هو الحي والقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بارك الله فيك ومعنا أتصال حامد من السعودية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء واسع كرسيه والسماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما يؤوده شوي شوي ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم عظيم أحسن تبارك الله فيك طيب معنا مشاركة إبراهيم العتيق من السعودية عبر الواتساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أحسن تبارك الله فيك لكن مد السنة الكبرى يعمل معاملة المد المفصل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا برك الله فيك بها أحباب الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا شاهقات على المدى تخشعنا عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان إن الجبال شاهقات على المدى تخشعنا عند تلاوة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نستقبل مشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب معنا أبد الله من فرنسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إنا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أحسنت كان معنا عبدالعيسى من مصر ومعنا الآن إبراهيم مسن القحطاني من السعودية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أحسنت إبراهيم بارك الله فيك ومعنا حور من مصر من الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أحسنت يا حور بارك الله فيك يا حور كلمة الأرض نبهنا عليها أكثر من مرة الأرض ليست فيها قلقلة أيضا من ذا الذي يشفع عنده بين حركة العين الأولى من الثانية يشفع عي العين الأولى مضمومة والثانية مكسورة وليست فيها إضغام إلا لكرا رواية السوسة عن أبي عمر بارك الله فيك معنا مشاركة عبد الرحمن الخلدي من السعودية أعوذ بالله من الشيطان حجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كعسيه السماوات والأرض ولا يؤلو حفظهما وهو العلي العظيم أحسنت عبد الرحمن بارك الله فيك ومعنا مشاركة إبراهيم محمد من مصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم مارك الله فيك يا إبراهيم كراءة رائعة لكن كلمة الأرض أيضا فيها صار فيها همس وفيها يعني شيء من القلقلة عندي كلمة أيضا وهو العلي العظيم لابد من بيان ضم الهاء في رواية حفظ معنا مشاركة أبو عمر من لبنان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم بارك الله فيك أبو عمر لكن الأخطاء كثيرة جدا بالجملة لا بد أن تزب إلى الشيخ يعلمك أحكام التلاوة يعني على سبيل المثال لا تأخذه الهمزة ساكنها ليست فيها كل قلة سنة ولا نوم من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذن تحقيق الهمزة ولا يحيطون ضم الياء وسع كرسيه وسيء السماك سورا ولا يؤده حفظهما بارك الله فيك ومعنى حلا من لبنان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بارك الله فيك يا حلا لكن أيضا في بعض الملحوظات له ما في السماوات هذه الصلة تنصل بواو لغزية بمقدار حركتين كلمة بما شاء الوقف على همزة بدون قلقلة السماوات والأرض أيضا ولا يؤده حفظهما ومعنى مشاركة عبد الرحمن يوسف من مصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأكذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بابين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وأسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم عسنت يا عبد الرحمن لكن أيضا كلمة الأرض إذا كفت علىها إلا ليست فيها قلقلة بارك الله فيك ومعنى عبد الله من فرنسا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بارك الله فيك عبد الله أيضا في بعض الملحوظات كلمة الأرض في الموضعين وقفت عليها بالقلقلة يعلم ما بين وليست يعلم ما بين الميم هنا فيها ألف بعدها مدية مد مقدار حركتين وسع كرسيه هكذا ومعنى وشاركة محمد صفاء من أسباكستان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ما شاء الله تبارك الله أداء رأي يا شيخ محمد بارك الله فيك ومعنى مشاركة أحمد علي من مصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أحسنت أحمد بارك الله فيك ومعنى مشاركة أحمد صالح من الأردن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بارك الله فيك الشيخ أحمد لكن تبقى كلمة والأرض الضد صارت مقلقلة واضحة يعني ليس فيها قلقلة بارك الله فيك معنا مشاركة محمد المحسن من الأردن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أحسن تبارك الله فيك ومعنا مشاركة محمد المشاوي من مصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أحسن تبارك الله فيك لكن تبع إلى تحقيق الحمدة في كلمة بإذنه أيضا والأرض في الموضعين قلقلت وهذا خطأ وهو العلي العظيم ضم الهاء برك الله فيك معنا معنا أحمد عادل من السودان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أنا لا أعلك على التلاوة التلاوة رائعة لكن أعلك على الأصوات المؤثرة في زكزكة العصفير برك الله فيك أداء عملة صدى جميل حسنت معنا مشاركة يوسف علاء من السعودية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أحسن تبارك الله فيكم معنا مشاركة إلياس علاء من السعودية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بارك الله فيك إلياس لكن انتبه وما خلفهم ولا يحيطون أيضا حفظهما بارك الله فيكم ومعنا مشاركة أبو حامد من السعودية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بارك الله فيك بهذا أحباب الكلام نشكر جميع الإخوة الذين شاركونا سواء بالاتصال المباشر أو عبر الزوم أو عبر الواتساب ونشكر فريق العمل ونذكركم بوردة حلقة القادمة إن شاء الله تعالى في الغد من خواتم سنوات البكرة الآية رقم بتئن أربعة وثمانين قول تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض إلى نهاية الصورة المباركة ونلقاكم على خير وأنتم في صحة وعفية وتقبل الله منكم صالح الأعمال وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون